هنبتدي اخبارنا هنروح لكرة اليد زي ما حضراتكم عارفين نادي الاهلي فاز بشرف تنظيف 3 بطولات افريقيا في شهر مايو القادم بطولة السوبر للرجال وبطولة ابطال الكؤوس رجال وبطولة ابطال الكؤوس سيدات البطولة هتتوقع في مايو نادي الاهلي طبعا شكل اللجان او مجموعة من اللجان ويعني نادي الاهلي هو مجلس نادي الاهلي بقيادة الكابتر محمود الخطيب اختاروا الاستاذ محمد الغزاوي وعضوا مجلس ادارة ورئيس اللجنة رئيس اللجنة المنظمة للتلات بطولات افريقيا اللجنة الاولية المنظمة عملت اجتماع وحضروا طبعا نادي محمد الغزاوي وحضروا كمان كابتخاذ العوضي مدير نشاط الرياضي ورؤساء اللجان الفرعية طب الاجتماع كان هدفه ايه طبعا الاستعداد للبطولات التلاتة وعرض ما تم انجازه الفترة اللي فاتي طيب خلينا اقول لكم انه تمت يعني الاتفاق خلاص مع مجموعة كبيرة من الفنادق للإقامة وكمان التنقلات الحاجات دي بدأت تظهر بشكل كبير يعني معالمها وتم عرضها على اللجنة ولكن اللجنة قررت طرح مسابقة طبعا على اعضاء وجماهير النادي الاهلي المشاركة في تصميم او ديزاين الشعار البطولة تعرفين طبعا ده مصر مليانة بالناس يعني المبتكرة وخاصة جماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي ففتحوا طرحوا مسابقة لعرض او مشاركة في تصميم اللوجو بتاع البطولة